تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 354 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغ 80 طن مواد وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 7 أطنان وفي مجال عدم الأعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 35 طن أما في مجالي حجب مواد البناء والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 38 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 627 قضية من بينها 72 قضية خبز نقص الوزن و93 قضية خبز غير مطابق للمعصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت 41 طن